الزمالك وشباب بلوزداد أنا عندي مشكلة مع الزمالك إنه الزمالك يسجل غالباً بيكسب يدخل فيه هدف غالب لا مش غالباً أكيد بيخسر بيعتبر المطش انتهى خلص تعالى يعني الكلام ده كريم إحنا كنا بنقول لنا وإنت دايماً وإحنا قاعدين كده إيه من غير أرقام صح اللي هو إيه بيقول لك والله يعني إيه الزمالك لو سجل ممكن يبقى شكل فريب يبقى كوي صح تعالى نبص على رقمياً الزمالك كان عامل إزاي السنة اللي فاتت لما بيتلقى هدف المنافس سجله سواء هدف تقدم أو سواء هدف تعادل في المبارات اللي الزمالك تعالى نشوف الأرقام عاملة إزاي عاملنا وبص على الأرقام أنت علاقتنا كي بإسلام ده خوية بجد الله أهو ما تكلمت بدأ يبص في الساعة مش عارف ليه لا إسلام يعمل يوعاً هو دخل على المشاكل لع الزمالك يعني مش عايزين الحاجات دي إحنا هدفع مش عاكل التاني تعالى نبص للموضوع رقمياً الموسم اللي فات اللي هو موسم 21-22 الزمالك في المبارات اللي تلقى فيها هدف حتى من منافسين أقوية كان عامل إزاي تعالى نبص لها كده تعالى نعرض سريع لها طيب هي هنا مباراياة إيه الأهلي والبنك الأهلي واسموحة وفيوتشر عدد من مبارات معروضة على الشاشة يعني من ضمنهم الأهلي ومن ضمنهم بيرامدز فيه عندنا خانتين النتيجة انهاية للموتش وخانة تانية الهدف المسجلة والنقاط المنقذة الزمالك أنقص كم نقطة من المبارات انت الفريق تقدم عليك قدرت بقى ترجع كم نقطة يعني مثلا عشان الناس تبقى معنا في موتش بيرامدز أما الزمالك اتقدم واحد صفر بعدين بيرامدز سجل هدفين الزمالك راجح كسب هدفين فأنا هنا حاسب النقطتين بنقطتين هو سجل جنين ما بعد تقدم بيرامدز عشان الرقم يبقى مفهوم شوي وهنا في موتش رام سجل هدفين الزمالك سجل ثلاثة وأنقذ الثلاث دقات بتاعة المباراة هنبص بقى على اجمالا كده الموضوع كان عامل ازاي في 14 لقاء المنافسين سجلوا هدف الزمالك سواء هدف تقدم أو سواء هدف تعادل الزمالك سجل 19 هدف في المباراة دي وأنقذ 19 نقطة من الـ 14 المباراة دي تعالى بص بقى السنادي الفرق بقى هنبص على السنادي السنادي اللي هي الموسم ده ده في عشر مباراة الزمالك تلقى أهداف تقدم للمنافسين أو أهداف تعادل سجل كم هدف تمانية فقط وأنقذ كم نقطة ست نقاط فقط منهم خلي بالك ثلاث أهداف من الثلاثة يدون ضد الإسماعيل وقت ما كان يضربوا ميده يعني ثلاث أهداف خمسين في المئة من نقاط المنقذة دي في مباراة واحدة اللي هي الإسماعيل تعالى نبص بقى يا مقارنة الموسمين عشان تعرف الأرقام عاملة إزاي تحس إن الزمالك خسر خمسين في المئة من قدرته على الرجوع بعد ما الفريق التاني يتقدم نبص مقارنة الموسمين ما بين بقى الدلالات الرقمية للموسمين هنبص على الجدول اللي بعديه علشان يبقى عندنا الموسمين اللي هم مقارنة بين 21 و 22 وبين 22 و 23 فيه كذب هتلاقي إن عدد المباريات هنا 14 وهنا 10 الأهداف اللي سجلها الزمالك 19 وهنا 8 19 دي يعني كام 1.3 يعني هدف ونص تقريبا انقفضت النسبة دي ل.8 يعني أقل من هدف المباراة النقاط المنقذة كانت من نسبة 45% من النقاط بيرجع الزمالك يقدر يعوضها تاني حاليا بدأت تبقى 20% أقل من النص الزمالك بيفقد قدرته للنص بالزبط مباريات لم يسجل فيها الفريق هدف بعد طلق أهداف يعني ونص الفريق التاني الزمالك مقدرش يسجل أي هدف كانت كان في الموسم اللي فات من 14 مباراة 3 مباريات فقط يعني 21% من المباريات 3 مباريات فقط إنما الموسم ده 40% من المباريات 4 مباريات الموانس الفريق التاني تقدم الزمالك ما سجلش مباريات عجز الفريق عن نقاذ أي نقاط الزمالك كان السنة اللي فاتت دي خمس مباريات من اللي بعثش المباراة يعني خمسة وثلاثين في المية من المباراة حالياً سبعين في المية سبع مباراة من العشر مباراة اللي الخاص متقدم فيهم على الزمالك الزمالك لم يستطع العودة وإنقاذ أي نقاط في المباراة فدي دلالة أن الزمالك حالياً ما عندهش أي رد فعل لو هنبص للبوسم اللي فاتكت عاملة إزاي حتى والأهل متقدم على الزمالك ثلاثة صفر في الشرط الأول مباراة الدور الأول يعني ممكن معنا الزمالك سجل سجل جون لمصطفى فتحي وسجل حتى مش من لعبة يعني أنا بستسن الكرات السابطة وضربات الجزاء سجل جون مصطفى فتحي سجل جون أشرب بن شارئ مباراة الدور الثاني الأهل يتقدم واحد صفر الزمالك سجل هدفين من بن شارئ وشكبالة بيرامز اللي هو منافس قوي جداً بيرامز يتقدم على الزمالك اثنين واحد الزمالك سجل هدفين وفات ثلاثة اثنين في يوتشار أحد بطل كاسر رابطة سجل هدفين الزمالك سجل ثلاثة البنك الآلي تقدم في الدورين مرة الزمالك تعادل وبقت واحد واحد ومرة رجعت ثلاث نقاط في المباراة رغم أن التقدم كان في الشرط الثاني أنت بتتكلم عن فريق كان عنده القدرة على الرجوع في المباراة مع الخصم المتقدم عليه حالياً القدرة دي انعدمت تماماً جمهوري الزمالك حالياً إن الفريق الثاني سجل في الزمالك ما فيش أي ردد فعل ما فيش أي ردد فعل مش اللي هو مش بيسجلش ده بقى بيقدرش يصدق حجمات يعني الفكرة لأ دي حاجة حقيقة ده دي بتديك لأنت في بلوزداد كريم جايبك تدي أمل لجمهوري الزمالك ده معناه أن انت لازم في مباراة بلوزداد أو أي لقاء الزمالك لازم يكون مأمن نفسه جيداً إنه هو ما استقبلش أهداف لأن الهدف اللي بتقبله الزمالك بيعتبر نهاية مباراة إنت عايز تقول في الآخر إنه بتبقى حريص جداً دفاعي ما تاخدش مخاطرة هجومية في بداية المباراة أمام شباب بلوزداد عشان مهم إنه ما يخدش فيك هدف قبل ما أنت كمان تسجل الزمالك ما بيقدرش يا كريم يصدع هجمات أنا مش بكلمك على يعني معنا مثلاً صورة لمحاولات الزمالك في لقاء الأهل اللي هو أن الأهل بتقدم على الزمالك تتصف قدام الأهل قليلة جداً جداً ما فيش حاجات نادرة يعني هي شطة واحدة على المرمى كله في طول المباراة كانت نتيجة صفر صفر من دونج النقطة الخضرة دي هي المحاولة دي كانت من دونجة في الشطة الأول كانت نتيجة صفر صفر الكورتين اللي هم الحمر دول اللي هو برا المرمى منهم كبيرة شوية كبيرة يعني الفرصة كتقوية شوية دي كورات سابت واحد الحسام عبد مجيد اتنين الحسام عبد المجيد البايدة كله بلوجد واقوت يعني حاجات فعلاً الزمالك سواء الخصم قوي زي الأهل أو برامدز ما بيقدرش يعمل هجمات سواء حتى في مباراة امبي وانس ان امبي تقدم محاولات الزمالك كانت شحيحة وليلة جداً يمكن ما فيش غير فرصة واحدة لبرهيمان ضاي اللي شبه محاولة جداً فدي مشكلة للزمالك عليه الحذر جداً أمامها أمام بولوزداد أستاذ إسلام بعدين خليفة قاله ده مانا كنت عاي سألك سواء في الكلام على فرص برامدز وفيتش يا بس سواء في الكونفودر والله أقوم الفرص الآله والزمالك بكثير رغم أنهم معهم الجيش الملكي في مجموعاتهم في الكونفودر مش كده يرامدز وفشاً فيهم حد ما هيتارك تاني أتصور أتصور ده ممكن الاتنين يصعبوا فيه